السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي على محمد وآل محمد طبعا نطالب الحكومة العراقية بالإسراع فورا بقضية المنحة له يقول يفوتك من التشذاب صدقا شثير لكن نتأمل هذه المرة خيرا لأنه الناس تعدت معته قضية آجار معتها قضية نسواق يعني قضية جدا تعبانة وظلت افتر عليهم دول المؤسسات اللي يدورون صور طبعا قضية المؤسسات قضية الله شاهد آجار نضارب عليها علامة اكس وهي المؤسسات إنه مع احترامات للمؤسسات الخيرة ما يضطي لكيلو تمن إذا ما ويا رقم تليفون الصاحبة البيت نعم هل يكون يعني يذكرون هاي الحكاية ويقولون إنه الشيخ سياد حكاية الحكاية لو أن بعض المعلقين إنه يعلق يقول شيخ نهواجه تتهجم على بعض اتجاهات دينية يا عم أنا 19 سنة بالحوزة ثقبت الله العلي العظيم إنه أعرف إخياصهم من بداية الحد نهايته وأعرف شذبهم وأعرف ما يطون بالمؤسسة إذا مو حلوة لو أرملا لو مطلقة إذا طبت وإذا أرادت ما تشارك بقضية أو إنه تريد تاخذ من عدهم قضية مساعدة لأطفاله إذا مو حلو ما يجعل الهراتب وإذا ما يأخذ رقم تليفونه وإذا ما ينزل راسه وداحتك ما راح تستمروا ياه بقضية المؤسسة المهم بعض الاتجاهات جاي يصور ويذلون الناس بقضية من قضية كيل ويتم من يطلعون وجهه البنية يطلعون وجهه المرأة على أساس الجهة الفلانية قد أعطت خمس علاليك ترى لأرملا تطلخمس علاليك والله عم عيب عليكم بالله العلي العظيم المهم إحنا من نأخذ من الحكومة العراقية لا هاي حكومتنا وهاي حقنا وهذا نفطنا فإحنا نطالب الحكومة العراقية قد وصل الشعب إلى ذلة لا يقبل بها حتى إدليس يا والله حتى إدليس ما يرضى بها فاللي نرجو من الحكومة العراقية الإسراع فورا بهذه المنحة الفورية إلى الشعب العراقي لأنه لا يوجد عندهم إيجاب ولا عتهم والمواد الغذائية ارتفعت ارتفاع يعني ما أعرف يعني أنه ارتفاع جدا قوي يعني قضية المواد فاللي نرجو يعني يحاولون أنه يسيطرون على قضية المواد الغذائية يعني بدت بها أكو بعض أصحاب المحلات يستغلون القضية الثانية أنه قضية أنه أو لدولتنا أو شرطتنا جاء يفترون حاطين سيطرات وحاطين قضايا إنه هذه السيطرات شنه يسحبون المتجولين السيارات المتجولة اللي يطلع اللي عندها مريض يقول صلى وصل هذا الوصل ب 150 ألف دينار أو 100 ألف دينار خلت شأن تطل الشعب لو تأخذ من الشعب هاي وحدة يفترون على أصحاب المحلات يعني يحاول إنه يلتقط يعني عيشتها ما عنده يلتقط قوتها ما عنده يجي يقول له دس وصل وتكون تحزل أخي هذا ما يصير إنه على الحكومة العراقية إنه مثل ما قعدت الناس ببيوتها تحاول توفرهم معيشته وطبعا الجلوس في البيت إنه يكون واجب شرعي عليهم لماذا؟ لأنه يقال هناك مرض الكارونا لا تنسونا بأفضل دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته